ده بالنسبة لمصطفى فتحي نهاردة كان في المران الأول نادي الزمالك دون جزفالدو فريرة إيه اللي حصل بقى؟ اللي حصل في المران؟ هنتكلم عنه تفصيلاً وهنقول كثير من هذه الأمور هنروح لفاصل بعد الفاصل هرجع لكم فيما يخص نادي الزمالك وكواليس المران الأول دون جزفالدو فريرة إيه اللي حصل في هذا المران؟ تعالوا نشوف أولاً المران كان سرياً حيث رفض إسماعيل يوسف مدير الكرة تصوير المران كما هو معتاد بل فرض سئجاً من السرية التامة وكسف من تواجد أمن النادي حول سور الملعب حتى لا يقوم أي عضو بتصوير المران عضو بالنادي يعني ثانياً غاب أمير مرتضى المشرف العام على الكرة عن التواجد في المران كما هو معتاد خاصة في اليوم الأول لوجود جهاز فني مؤكد بعد رحيل فريرة وجهازه المعاون المران شهد عودة شيكابالا وذلك لأول مرة منذ غيابه عن مباراة الترجي التونسي التي أقيمت في رادس يوم 25 فبراير حيث أدى اللاعب برنامج تأهيلي خاص خلال أيام الماضية في الجم الخاص بعمر المطراوي أخصائي التأهيل بالنادي خصوصاً أن الفريق كان راحة منذ ثلاثة أيام رابعاً غاب المغربي أحمد بالحاج عن المران بسبب وصوله متأخراً من أسبانيا حيث كان كتسافر عقب مباراة شباب بولزداد الجزائري في دورة أبطال فريقيا مستغلاً الراحة التي حصل عليها الفريق المران الأول المران اليوم أقيم دون تواجد اللاعبين الدوليين سواء المتواجدين مع المنتخب الوطني الأول وهم محمد صبحي وحمد مصطفى زيزو وحمد فتوح بجانب لعابي الفريق المنضمين للمنتخب الأولمبي وهم حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر ومحمد حسام بيسو بالإضافة إلى سيف الدين الجزيري المتواجد مع المنتخب التونسي سادساً الجزء الأول من المران كان بدنياً وقاضه علاء رجب لوكا مدرب الأحمال والجزء الفني قاضه حسين ياسر المحمدي بينما قاض أحمد عبد المقصود التقسيمة الخاصة التي كانت في المران وكل ذلك في وجود إسماعيل يوسف مدير الكرة سابعاً الجهاز الفني الحالي المكون من أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي ومعه مدير الكرة إسماعيل يوسف قضى المران ولم يتم إبلاوه حتى الآن إذا كان سيقود مباراة البنك الآلي في كأس الرابطة يوم الأحد المقبل أم سيكون هناك جهاز فني جديد للفريق لكل كواليس اليوم الأول في مران نادي الزمالك في غياب جوزفالتو فريرة المدير الفني الراحل مؤخرا عن قيادة الفريق فنائيا